تحياتي للجميع معكم أبو ملاد أهلا وسهلا في القناة قبل البداية أدعو الجميع للاشتراك في قناتي ومشاركة هذا الفيديو ومشاركة القناة مع الآخرين أي شخص عنده سؤال بنصح مشاهد فيديو كيفية طرح الأسئلة في قناتي الفيديو موجود في الوصف مرة أخرى أنصح الجميع لمشاهد الفيديو تقريبا مدى الفيديو ثلاث دقائق بشرح فيها كيفية طرح الأسئلة في قناتي وهي الطريقة الوحيدة التي ستتبعها للإجابة على أسئلتكم مرة أخرى اعملوا شير سبسكرايب شارك الفيديو مع الآخرين وشاهدوا الفيديو وخلينا نبلش في موضوع هذه الحلقة تحياتي مرة أخرى اليوم رح تحدث عن سوني A7C كما تشاهدوا سوف أبدأ بعرض صور ومقاطع فيديو صورتها باستخدام هذه الكاميرا السؤال ليش ما بعرض الكاميرا؟ طبعا الكاميرا ظهرت معي في فيديوهات سابقة السبب خليح كل قصة فخلال العلاجة في ألمانيا كنت عند صديقي اللي اسمه مجدي طبعا جله تحية وانسيت الكاميرا عنده فكنت لازم أروح على فرانكفورت هو موجود في جنوب ألمانيا فلما وصلت لفرانكفورت الصديقي أرسلي الكاميرا بالبريد المستعجل أو إكسبرس لفرانكفورت كنت في فرانكفورت ثلاثة أيام للأسف الكاميرا موصلت اضطرت أرجع على ميونيخ فصديقي اللي في فرانكفورت بعث الكاميرا لصديقي مجدي بعد عشر ديام التقيت في مجدي وخذت الكاميرا قبل العودة إلى نيويورك كان عنده هقفة في أمستردام وللأسف انسقت الكاميرا معي في أمستردام في 11 الكاميرا حاولت أدور عليها بلغت في النهاية الكاميرا راحت مع عدسة 24-70 من سوني فلهذا السبب لاجي الكاميرا وسوف أعرض صور تجربتي لهذه الكاميرا الصور هي في حسابي في الفلكر هناك أكثر بقريبة 250 صورة صورتها باستقدم هذه الكاميرا في عدة أماكن ولكن صحكم تشاهدوا الصور أيضا سوف تجدوا معلمات كل صورة تحت أي صورة فكالعادي خلينا نحكي شوي عن الكاميرا عن الأمور التقنية في هذه الكاميرا وبعد ذلك سوف أبدأ رأيي ولمن مخصة هذه الكاميرا سوف أبدأ بالسعر سعر الكاميرا هو 1800 دولار بدون عدسة السعر صحيح اليوم رفعي لهذا الفيديو والسعر هو في مدينة نيويورك هذه الكاميرا تأتي مع مستشعر 24 ميجا بيكسل فول فريم عمليا هو نفس المستشعر الموجود في كاميرات سوني A7 الإصدار الثاني والإصدار الثالث عمليا جودة الصور هي متساوية مع هذه الكاميرات فلا يوجد فرق في جودة الصور بين هذه الكاميرا وهي سوني ألفا 7C و سوني ألفا 7 ثلاثي أو الإصدار الثالث حاسية الحساس للضاو أو الإيسو تمتت بين 100 إيسو حتى 51 ألف و 200 إيسو السرعة الغالغ تمتت بين 30 ثانية و حتى 1 على 4000 جزء ثانية بشكل ميخاني أو ميكانيكي و ممكن ترفع هذه القيمة إلى 1 على 8000 جزء ثانية عن طريق شطر إلكتروني الكاميرا تصور 10 صور بالثانية بشكل مستمر أيضا هذه الكاميرا تصور فيديو بحجم 4K و بسرعة 60 إطار في الثانية أيضا ممكن تصور Full HD حتى 120 إطار في الثانية وهذه مناسبة لسلو موشن أيضا فيها إمكانية تصوير سلو موشن من داخل الكاميرا أيضا مستشعر الكاميرا يحوي على 693 نقطة فوكوس و نظام الفوكس في الكاميرا جدا جدا فعال في تصوير الفيديو فهو من أفضل أنظمة الفوكوس الآن موجودة في السوق في كاميرات ميرليس أيضا الكاميرا كما ذكرت تصور 4K و أيضا ممكن أن تصور ملفات 4K خام S-Log 3 وهذا الأمر مفيد في معالجة أو تحرير ملفات الفيديو عبر برامج المونتاج زي Premiere أو Final Cut Pro فعمليا هذه إمكانية إضافية تنطيق مجال أوسع لكي تبدع في عمل المونتاج لفيديوهاتك عبر مرة أخرى عبر الكمبيوتر وهذه الكاميرا تحوي على الشاشة بحجم 3 إنش قابلة للطي والحركة وهي جدا مناسبة لتصوير سيلفي أو تصوير بلوغات أو فيديوهات لليوتوب أو أن تصور نفسك والشاشة تعمل باللمس الكاميرا تحوي على عدة منافذ وهي منفذ الكوتي الذاكرة من نوع SD Card منفذ USB Type-C وأيضا منفذ Micro HDMI-D لإيصال الكاميرا بشاشة عرض خارجية وهناك منفذ لمايكروفون خارجي وسماعات خارجية أيضا الكاميرا تحوي على خاصية البلوتوث والواي فاي أيضا هناك منظر إلكتروني صغير جدا في هذه الكاميرا وبصراحة غير عملي بسبب صغر حجم هذا المنظر وزن الكاميرا بدون عدسة هو 509 جرامات وقوة البطارية من خلال تجربتي استطاعت أن نصور حتى 600 صورة على قوة البطارية الكاملة فعمليا هذه أهم الأمور في هذه الكاميرا مرة أخرى شاهدوا صور مرجعتي لهذه الكاميرا في حسابي في الفلكر أيضا تشاهدوا الصور الآن على الشاشة الآن رأيي بهذه الكاميرا الآن نبدأ بالأمور السلبية في هذه الكاميرا أول نقطة السلبية هو المنظر الموجود في الكاميرا المنظر الإلكتروني فحجمه جدا صغير وغير العملي وبسبب وجوده في شمال أعلى الكاميرا فهو رأيه الشخصي غير مفيد أغلب الوقت تستخدم شاشة العرض للتصوير وهذا الأمور سوف يسرع في نفاذ قوة البطارية أيضا نقطة السلبية في أغلب كاميرات ميرلس هو البطارية فقوة البطارية ليست كمثلها في كاميرات DSLR ولكن الحال دائما أقول أن تشتري بطاريات إضافية مع هذه الكاميرا الآن لما مخصص هذه الكاميرا إذا أردت كاميرا للتصوير الصور العادية فعمليا كاميرات زي Sony A7 الإصدار الثالث هي اختيار أفضل ولكن هذه الكاميرا مخصصة لتصوير الفيديو أول نقطة وزن الكاميرا جدا خفيف فممكن تحطيها على عصا سيلفي أو على ترايبود تحمل ترايبود وتصور حالك بسبب مرة أخرى لأن وزنها جدا جدا خفيف وأيضا وجود الشاشة القابلة للطي والحركة فممكن أن تصور حالك في نفس الوقت فعمليا أي شخص يريد كاميرا فول فريم صغيرة الحجم ممكن أن يستخدمها في الخارج عمليا هي أفضل اختيار الآن موجود في السوق لتصوير فيديوهات لتصوير نفسك تصوير فيديوهات في اليوتيوب سيلفي فيديوهات سيلفي فعمليا هي أفضل اختيار إذا كانت من زمنتك تسمح فعمليا أنصح بهذه الكاميرا فعمليا هذه كانت مراجعة سريعة لهذه الكاميرا التي كانت معي وسرقت في أمستردام للأسف بس الله يعوض علينا المهم الصحة رجعت لي هذا أهم من الكاميرا وأي شخص عندي سؤال بتعليق في التصوير أو في هذه الكاميرا أو أي شيء فانصح يشاهد فيديو كيفية طيح الأسئلة في قناتي الفيديو موجود في الوصف هي الطيقة الوحيدة التي ستبعها للإجابة على الأسئلتكم فبرجم لجميع الاتزام بهذا الأمر أي شخص عندي اقتراح بتعلق في هذه القناة أو في تطوير القناة أو أي فكرة فممكن يطرح الفكرة تحت هذا الفيديو طبعا يكتب إنه هذه فكرة وشكرا مقدما للجميع لا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب ومشاركة هذا الفيديو مع الآخرين في النهاية كونوا أبناء طيبين بتمنى للجميع يوم سعيد إلى اللقاء مع تحياتي أبو ميلاد